اهلا بكم في فيديو جديد لشرح موقع تيتشارز بي تيتشارز وهو من المواقع المتميزة في تقديم المصادر والعروض التقليمية وأوراق العمل وعرضها على الانترنت وطمعا الاستفادة ببيعها لأي شخص يحتاجها في أي مكان من العالم. اهلا بكم تابعونا في الشرح. اسم الموقع تيتشارز بي تيتشارز. الرابط يظهر امامك وسوف اضعه في وصف الفيديو. بعد دخولنا الى الموقع نلاحظ هذه الصفحة الرئيسية للموقع. طبعا نقوم بالتسجيل في الموقع. جوين اس. طبعا بعد التسجيل في الموقع او بعد الضغط على جوين اس. نختار العضوية المناسبة. طبعا يمكننا ان نختار اذا كانت العضوية فقط للاستفادة من اوراق العمل والملفات الموجودة. او من خلال عضوية الباعة. طبعا لو ضغط على جوين ناو. في هذه العضوية طبعا يمكنني اه رفع اي ملفات اقوم باعدادها. ووضع السعر مناسب لها طبعا وتعرض للناس. ويمكن اي شخص ان يدخل الى الموقع ويقوم بشراء هذه المصدر التي الذي قمت باعداده. طبعا اقوم بدخال المعلومات. فيرس نيم لاست نيم. الايميل. والايميل مرة اخرى للتأكيد. والباسورد. طبعا هنا يمكن ان احدد اه نوع المرحل التي تقوم بتدريسه. والبلد الموجود فيه. طبعا ومن ثم الضغط على ايمنات روبورد. اه ثم الضغط على نيكست. طبعا بعد التسجيل سوف ننتقل لمرحلة اخرى واضافة البيانات. لان احنا قمنا طبعا بالتسجيل. سوف اعرض امامكم اه حسابي الخاص. طبعا هذا الحساب من هنا طبعا هذه اوراق العمل المعروضة. لكثير من الناس. طبعا مع كل اه ورقة عمل او نشاط. يوجد السعر لهذا النشاط في الاسفل. طبعا امكانك الدخول وشراء اي اه نشاط واستفادة منه. طبعا هناك انشطة ايضا مجانية او او وراق عمل او عروض خديمية او مصادر الكتب. يمكن الاستفادة منه. طبعا في حال رغبتك في الاستفادة من اه هذا الموقع. طبعا لو ضغط على اه معلومات حسابك. راح تلاحظ هنا في عندي داش بورد. لو ضغط الى داش بورد. في هذه المنطقة اجد لوحة التحكم الخاصة بي. طبعا يمكنك ايضا ان تضع المضائع تضيف المنتجات او الملفات التي قمت بعدادها من خلال اد نيو برودكت. طبعا سوف استعمالكم هذه الصفحة التي قمت بعدادها. وضعت بعض المصادر في هذه الصفحة. لاحظوا. هذه بعض. عندي عرض تقديمي. وورقة عمل ووركشيت. وايضا وضعت عرض تقديمي مجاني. يمكن لاي شخص ان يدخل ويقوم بتحميله. طبعا لاعداد تقوم بتجهيزه طبعا على جهازك الخاص. وبعد ذلك تقوم برفع هذا الملف في آآ آآ الموقع. الآن لو عدنا الى الداشبورد. اد نيو برودكت. طبعا تختار آآ هل سوف تقوم برفع الملف على الموقع او انك تربطه بآ جوجل درايف. ذاك الحرية طبعا. طبعا خنختار آآ ديجتال يعني انا سوف ارفع الملف على الموقع. اضع اسم النشاط او برقة عمل او البوربوينت في هذه المنطقة. هنا اقوم بتحميل الملف الذي سوف اقوم بعرضه للناس وبيعه للناس. هنا يمكن ان اضع آآ اي آآ يعني صورة تعبيري لهذا الملف. او فيديو شرح له ايضا. طبعا هذه قضايا تعزيزية. لآآ الفائدة والبيع. هنا يمكنني طبعا الموقع سوف يقوم بتحضير صورة لآآ اوتوماتيكية للمنتج. او يمكنك انت ايضا ان ترفع صورة اخرى. ممكن تكون اكثر جاذبية للمشتري. هنا نضع الوصف واخر شيء طبعا نختار هل هو مجاني. سوف تعرضه بشكل مجاني. او انك تضع السعر الذي ترغب به في آآ برايس هنا. طبعا تختار المراحل التي آآ طبعا ورقة عمل التي رفعتها مخصصة لهم. تضع هون مثلا سمي مثال صف مثلا رابع. سمي مثال خامس. اختار. هنا نختار الموضوع. سمي مثال مثلا انجليش. سمي مثال مث. اختار المجال الذي آآ ورقة عمل متخصصة فيه. آآ طبعا هون آآ مصدر ايضا هذا الريسورس. يعني نوع هذا المصدر. هل هو مثلا ورقة عمل آآ كتاب آآ تقييم نشاط عادي. اي شيء تختار. طبعا يمكن ان تختار اكثر من الاختيار. وآآ بالنهاية طبعا هذه الاشياء آآ ممكن ما يعني ليس لها لها بها علاقة. ننزلي للاسفل. طبعا في الكوبي رايت هون تؤكد ان هذا الملف من انتاجك وليس طبعا آآ مأخوذ من اي جهة اخرى. وبعد ذلك نضغط على سمت. طبعا سوف يظهر آآ بعد ما تضغط على سمت. سوف يظهر هذا المنتج في صفحتك. الخاصة طبعا لكل في عنده صفحة خاصة. لاحظ امامي انا صفحة آآ خاصة بي. طبعا آآ الموقع من مواقع آآ رائعة وفيه باب من آآ باب الفائدة الكبيرة. طبعا خلال انا اقل من يعني حوالي اسبوع وعشر ايام جاءتني مبيعة لأحد آآ العروض. اتمنى لكم توفيق آآ آآ استفادة من هذا الموقع.